وفي موضوع آخر شهد اليوم قصر الديمقراطية عمال اليوم الإخباري حول تقرير البعثة البرلمانية التي قامت بزيارات ميدانية لبعض المناطق بإقليم ما يكب الشرق للوقوف على عملية القطع الجائر للأشجار في شهر يوليو الماضي المناسبة رأساء النائبة الخامس لرئيس الجمعية الوطنية ابن عمر داود وبحضور وزير البيئة والصيد عبدالله أمبدو محمود حسن سمو البعثة البرلمانية للجنة التنمية الريفية والبيئة التي قامت في يوميا السابع عشر والثامن عشر من يوليو الفين وسبعة عشر بجولة ميدانية ببعض القرى التابعة لمدينة قيلندين بهدف الوقوف على عملية قطع الأشجار بصورة وحشية من قبل أعداء البيئة فقد جاءت هذا الخامس إلى مقر البرلمان لطارد تقريرها النهائية ماما النواب ذلك بحضور وزير البيئة فبعد كلمة رئيسة اللجنة النائبة البرلمانية خديجة حسب الله فقد أرد هذا الفيلم الذي أكد فعلا عملية القتل العشوائي للأشجار هذا وبعد مداخلات النواب التي أبدو فيها عن استيائهم لهذه العملية فقد جاء رد الوزير في الركومنداسيون قالوا أننا الغانون الرقم 14 هي تولت من سنة 98 والواحد الثاني دا سوى 2008 دونك دا إن دا لي صوبات كثيرة في اللوبة دا نقدره ممكن نشوفه نجدده وذلك كمان قاعد يدخل في الطريق وما أن العملية تنفذ في نفس الوقت الذي توجد فيه القوات المكلفة بحماية البيئة بمختلف مناطق المنطقة فأتأكد الوزير بأن الوزارة ستتاخذ الإجرات اللازمة إذن على الوزارة اتخاذ العبر من هذا التقرير